الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما زال الحديث موصولا نتكلم فيه عن حصار الشعب وكيف أن قريش أجمعت أمرها على حصار بني هاشم وبني المطلب الذين تداعوا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان مؤمنا برسولنا صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان كافرا أخذته الحمية والرحم فكان ممن صبر في هذه المحلة كل من بني هاشم وبني المطلب ولذلك كافأهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطيهم من خمس الغناء ولا يعطي بني أمية وبني نوفل مع أنهم كلهم يرجعون إلى عبد بناف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه الخصيصة لأنهم وقفوا وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار ولذلك لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب من خمس الغناء جاء إليه عثمان بن عفان صهره ربي الله تعالى عنه قال أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك سواء يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا و لا شك أن هذا دليل على شرف بني المطلب لأنهم صبروا ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم إلى أن بني المطلب تحرم عليهم الصدقة واستذلة بهذا الحديث واستمر هذا الحصار ثلاث سنوات واشتد الجوع والعطش وكان أبو لهب دائما يشتري القوافل التي تأتي بالأطعمة ويربيعهم في هذا الشراء حتى يفوت الفرصة على من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحينما ذهب زهير بن أبي أمية ومعه زمعة بن الأسود والعاص بن وائل السهمي وغيرهم أيضا من صناديد قريش ووقفوا في صحن الكعبة وأرادوا أن ينقضوا هذه الصحيفة فبينما هم يتجادلون في صحن الكعبة إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبو طالب فقال لقد أخبرني الله عز وجل بأن الصحيفة التي علقت في جوف الكعبة أكلتها الأرضة إلا ذكر الله عز وجل فقال أبو طالب ويقسم ويقول والثواقب إنك لا تكذب ويقصد بقوله والثواقب يحلف بالنجوم المضيئة ولا شك أن الحلف بغير الله عز وجل شرك ولكنه كان على دين عبد المطلب فانطلق إلى صحن الكعبة فلما رأوه الكفار قالوا هذا أبو طالب أراد أن يسلمنا محمد رضخ لهذا الحصار ولهذا التضييق فلما جاء أبو طالب قال لهم لقد أخبرني محمد بأن هذه الصحيفة التي علقتموها في جوف الكعبة أكلتها الأرضة إلا إسم الله تبارك وتعالى فلنخرج هذه الصحيفة فإن كان محمد غير صادق فيما قال أسلمه لكم لتقتلوه وإن كان قد صدق في كلامه يكون صلحا بيننا وبينكم ونفك هذا الحصار فوافقت قريش فدخلوا وأخرجوا هذه الصحيفة فلما أخرجوا هذه الصحيفة وإذا بالأرضة قد أكلت هذه الصحيفة إلا إسم الله تبارك وتعالى ولا شك انبهر القوم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب يراهن على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم زهير والعاص وزمعة ابن الأسود وعقبة ابن أبي معيط وقالوا لا بد من فك هذا الحصار ففك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بني هاشم وبني المطلب من هذا الحصار لا شك أنها فرحة عظيمة وكان أيضا حكيم ابن حزام كان يأتي بالطعام لزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وكانت من زوجاته التي صبرنا في هذا الحصار ولذلك لما ذهب حكيم ابن حزام لقيه أبو جهل فقال إلى أين أنت ذاهب أتخرق الحصار فأمسك به فجاء أبو البختري يذود أبو جهل عن حكيم ابن حزام ثم ضربه بلحيي بعير حتى شجه في رأسه وسال الدم ثم طرحه أرضا وكاد أن يقتله ولكن الله عز وجل سلم على نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم النبي من هذا الحصار وخرجوا بعد هذه المحنة التي استمرت ثلاث سنوات ولما توفيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكانت المقربة للنبي صلى الله عليه وسلم وأول من آزرته ونصرته وهدت من روعه بل وثبتته على الدين وكانت أول امرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعد ذلك فما كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يريد الزواج حتى يستقر في حياته ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وقد أباحى الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء ما شاء الله عز وجل ليس نحن كسائر الناس فلنه وسلم له خصوصية خاصة أما نحن فيتزوج مثنى ثلاث ورباع فلا يزيد على الأربعة أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تزوج بحوالي 11 زوجة ومرأة منها من جلست عنده وماتت ومنها من ماتت بعده فاتنه وسلم ومنها من طلقها ثم لما ماتت وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وكانت سن عائشة رضي الله عنها ست سنوات ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بها وهي عمرها تسع سنوات وكان في ذلك المرحلة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تلك المرأة الصالحة التي هي معروفة بشدة اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقاتها وبرها وأعمالها الصالحة ولذلك كانت معقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي كانت متزوجة لأخي اللي هو عمر الجمحي وهو عمر بن سهيل بن عمر الجمحي وقد تزوج بذلك أخوها قبله وهو كان يقال له السكران بن عمر الجمحي ثم توفي وقد كان ممن هاجر الهجرة إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه فلما توفي بنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي سودة بنت زمعة ثم بعد ذلك لما كبرت هذه المرأة وعرفت أنها قد كانت كبيرة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ترى ما ترى أني قد كبرت وأنت قد لا تذهب إلي أو لا تأتيني إلا قليلا فإني أهب ليلتي إلى عائشة على أن لا تطلقني يا رسول الله فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر أن لا يطلق لأنها تريد شرف زواج النبي صلى الله عليه وسلم وتكون صحبته فمن كانت زوجته في الدنيا فهي زوجته في الآخرة كيف لا وهو كريم الله بل وخليل الله أرسله الله عز وجل فوهبت ليلتها لعائشة لمعرفتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ولذلك حينما جاء ذاك الرجل وهو عمر بالعاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك ثم قال عليه الصلاة والسلام بكل بساطة وهدوء ولم يكن ذلك عيبا ولم يكن ذلك فيه أنفتنا لا يتكلم قال عائشة فكانت أحب الناس قال لا بل أقصد يا رسول الله من الرجال قال أبوها قال ثم ماذا قال أو يعني بعد أبوها قال عمر قال ثم ثم عد لي رجال قال فظلنت أن لا يذكرني فسكت كل ذلك لمرأة ويتعامل النبي صلى الله عليه وسلم من تبسمه عليه الصلاة والسلام ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متبسما ضاحكا عليه الصلاة والسلام في وجوههم كيف وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة فهي صدقة يتصدق بها يريد بها الأجر من الله عز وجل يجيه الرجل المغضب والمحزون والمديون وما يرى إلا تبسما من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ترتاح خواطر وتسكن جوارحه لذلك كله ببركة هذا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر